اهلا بكم توفي في احدى مستشفيات العاصمة بغداد اليوم النجم الدولي السابق صباح عبدالجليل اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا عبدالجليل الذي توفي عن عمر النهزة السبعين عاما سبق وانقاد العديد من الاندية العراقية والعربية مدربا بعد اعتزاله اثر مسيرة حافلة في ملاعب الكرة العراقية ومع المنتخب الوطني لكرة القدم وانعت الاوساط الرياضية الفقيه صباح عبدالجليل الذي انضم اليوم الى قافل الضحايا الرياضة العراقية من فيروس كورونا هذا وعز الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي اسرة كرة القدم العراقية معربا عن عميق مشاعر التعزية والمواسات بوفاة النجم الدولي السابق صباح عبدالجليل وتوجه الشيخ سلمان باسم اسرة كرة القدم الاسيوية بخالص العزاء والمواسات لعائلة الفقيد ومحبيه وقال نحن نشعر بالحزن العميق لوفاة احد المدربين البارزين في القارة الاسيوية مستذكرين بصماته كمدرب على مستوى عال من الكفاءة والاخلاق الرفيعة رحم الله الفقيد صباح عبدالجليل وإنا الله وإنا إليه راجعون